ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر بنتي الأولانية قال لي أكثر قال لي أكثر هم حضرتك معي أولاد قديم معي بينتين في الحمل الأولان الموضوع زاد اه زاد زاد سمعي بدأ يقل أكثر من الأول قال لي أكثر وفي الحمل الثاني والله في الحمل الثاني زاد عن الأول زاد بقى النوى يقل عن الأول يعني تدور عن الأول اه طبعا سأسألك عن بعض الأشياء مدام زينب أريد أن تحصل لك أم لا أعلم صدق بس حاضر أمانش هل يوجد إفرازات في ضحلة ومن دونك؟ لا ليسي إفرازات لا ولكن لدي إفرازات لأ لنتيش تكي من الحادثية في الجلوب الأنفية؟ لا لحسية ولاحية الحمد الله لديك لحمية؟ لا لحمية حسنا أمانش لا تحسي بالألم في ودنك؟ لا ألم لا تحسي بالألم لا تخوص سبب ودنك وضع الملتك لا يوجد إفرازات هل تتحسي بوش؟ أجل مرشه كمان أه الوشب الأمانش طبعا عن العrationsفر ع rescue الحان حسنا عسنا عملاء ل inch نعم حسنا عملاء حسنا عملاء حسنا حسنا إن أمضائي مع مكتيش عمليات مدالي طيب الموضوع ده حصل مع حد من العيلة قبل كده ام ام نفس الحكاية ام نفس الحكاية او سمعت قصر كده او كان بشتيكو برد نيا سمعت قصر كده او طيب ما تعافيش سمعت قصر و هي عندها تقامل سنة بالتقريب كده والله هي كانت حمل فخوية يعني كان عندها سبع عشر سنة يعني في العشونات كده سمعت قصر طيب مادام زينب تبعت معدكات لقبل كده ايو انا لما سمعي قالي طبعا روحت اشوفت الدكتورة اشوفي ايا طيب ادكي علاج او اداني علاج او او ايو كنت ماشي على علاج منتظمة طبعا انا قولت امكي نحسن ده سواء قال لي بقل عليك انتي عايز عملية مش عايز عليك او قال لي بس العلاج ده بس يبطق لك كده تظهور بتاعك ده سمعك حد من عملك العملية لانا كنت حامل انا او قال لي مش عملك العملية وانتي حامل بعد ما تتخلص وتوليدي وكده نعملك العملية طيب هو حدوتك محجوزة هنا في المستشفى ولا مبجر لا انا محجوز محجوزة او طيب ممكن نعرف ايه سر الحد او هددولي معاد العملية بقى انا قولت بقى خلاص ببجنة يخليلي بنتيني بقى او اعمل العملية شكرا انا مزيدة ومعليش عطرناك ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وسما يتحسن بعد العملية انا يخليك يا دكتور شكرا وعليك شكرا